يعتمد العديد من سكان المناطق الريفية على الزراءة كحرفة رئيسية لسد هاجياتهم وتحسين ظروفهم المعيشية لا سيما زراءة الخضروات إلا أن هذه الحرفة قد تأثرت بشكل مباشر من عزمة كوفيد تأتسعة عشر وأليه فقد بادرت الحكومة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزرائية في دا عبر مشروع تحسين المرونة وتعزيز الانتاج الزرائي والرعوي بإطلاق بادرة دعم المنتجين الزرائيين بضواهي أنجمين ومنطقة الفتر وتزويدهم بالمعدات اللازمة للعمل وأليه جاءت مناسبة توزيع هذه المعدات الزرائية إلى جانب الأسمدة والمبيدات الحشرية إلى التعاونيات والتجمعات الزرائية العاملة في مجال انتاج الخضروات بمركز إداري لينيا وقرية جوي أي سواشاد أمدة بلدية لينيا آدم ياقوب أب بكر بهذه البادرة لتعزيز عمل المنتجين وتوفير الخضروات لسكان العاثمة وفي قرية جوي فقد أشار السلطان حسن أبد الله إلى أن هذه الوقفة التضامنية تسهم في تنمية المنطقة عبر مضافة الانتاج الزرائي والعنشطة ذات العيد المادي كما شرهت المسؤولة الفنية للمشروع الهدف من تقديم هذا الدائم للمنتجين المتضررين من أزمة كوفيد تسعة عشر وفق سياسة السلطات الأولية في البلاد المنطقة عبر مضافة الانتاج الزرائي والعنشطة هذا وكما شملت المناسبة أيضا توزيع المؤدات لسكان ميليزي بضواهي فرشة بالدائرة الأولى والتي تضم أكثر من عشرين من التجمعات الزرائية والتعاونيات الحرفية النسائية فضلا عن قرية عم نبك بضواهي والية بالدائرة التاسعة ترجمة نانسي قنقر